والسلام عليكم في ليلة السلام مرة أخرى أعود الدكتور عادل اليوم عندما شاهدنا معك هذه اللقطات ابتداء من النجف ثم كربلا ثم الكاظمية وفي الأيام القريبة ننتقل مع سماحة الشيخ إلى هيهاني هذا تعددها بيفة فضل روح المقام أبو حنيفة وأيضا مقام الشيخ القيلاني أيضا الأخوة من هذا المكان ينتقلون إلى واليوم أيضا الأعظمية انتقلوا للكاظمية أجمل صورة اليوم يرسمها الشعب العراقي بهذا الأسبوع نقدر نقوله من يوم 23 ليلة 23 إلى ليلة السابع والعشرين كتب غير سمحني سماحة الشيخ من بركات هذه الليالي المباركة هي هذه وحدة الصاف تواصل الاجتماعي يعني العلاقات الاجتماعية يعني أصلا هو العبادات الاجتماعية من أفضل أنواع العبادات الله سبحانه وتعالى جعل فيها البركة مثل صلاة الجماعة مثل الاجتماع لغرض الأتكاف الأدئية مثل هذا الدعاء المبارك الذي تفضل بسماحة الشيخ دعاء الافتتاح وهو من أفضل الأدئية الكريمة التي تقرأ في ليالي شهر رمضان المبارك وفيه ما فيه من الأجر والبركة ويلقى على جموع المؤمنين فبالتالي هذه المجامع والجماعات التي تلتقي في هذه الليالي وهذه الأيام المباركة لا شك فيها بركة من الله سبحانه وتعالى وفيها توفيق إلهي أنه تجتمع الأم على وحدة الصاف وعلى وحدة الكلمة فبالتالي هذه فرص يعني أوقات نستثمر بهذه الفرص هذا الاستثمار نعم جميل جدا دكتوري اليوم نتكلم عن المدارسة والتقريب في جميع الأوقات سمحت شيخ جانا ضيف عزيز من الأنبار قال على نفسه ليس بليلة 26 يطلع بليلة 23 يتكلم عن هذه الليلة فشكرا جزيلا له هذه الليلة وردت كثيرا في القرآن الكريم يعني الصورة المباركة صورة القدر التي فتتحت إنا أنزلناه في ليلة قدر مرة أزلناه في ليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم هذه الانتقالات ما بين الآيات الكريمة على فضل هذه الليلة في القرآن الكريم مما لا شك حقيقة ما أشار به سماحة الدكتور أنها يكفي أنها هي ليلة مباركة أشار الله سبحانه وتعالى ليها بالنصف القرآن الكريم ثم بعد ذلك تلك الليلة وإن كانت ليلة مباركة حددت وصنفت بأنها ليلة القدر في رمضان للأمرين المشتركين فيها نزول القرآن الكريم وفيها أنها ليلة القدر أي بمعنى أنها تقدر فيها كل شيء تقدر فيها الآجال وتقدر فيها الأعمال وتقدر فيها الأرزاق وتقدر فيها الأحداث إضافة إلى ذلك أنها ترفع من قدر الإنسان في هذه الليلة من حضي فيها فقد حضي بالخير كله ومن حرم منها فقد حرم من الخير كله وهي ليلة مباركة جعلها الله سبحانه وتعالى ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم كل أمر حكيم أي بمعنى كل أمر حكيم من الله سبحانه وتعالى وما يصدر من الله سبحانه وتعالى من خير يعود للإنسان أو قد يكون شقاء أما أن يكون على يد الإنسان أو من فعله أو يكون قضاء قد قتبه الله للإنتحان فهو من أيدي حكيم لكن في هذه الليلة قد تتغير فيها المقادير لمن حضي بها ولمن أراد الله سبحانه وتعالى أن يسعد من حضي بها وأن يجعل من حضي بها ينال أجر تلك الليلة ومباركة تلك الليلة العظيمة يكفي أن هذه الليلة من مباركتها أنها ليلة قد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن فيها من اللوح المحفوظ ثم نزل إلى سماء نزول القرآن نعلك أيضا تشترك مع جناب الدكتور إننا أنزلناه في ليلة القدر أو في ليلة مباركة نحن يعني من درسنا عن طريقة ساتذتنا الكرام ومنهم جناب الدكتور عادل أنه القرآن نزل يعني تنجم وما ساتل للنبي نعم شيئا فشيئا حتى يعني تنجيم أذى قريش وكذا طيب كيف بعدين انتقال إلى أنزل في ليلة مباركة هذا التدرج في النزول يعني مرة كان بالتدرج بعدين نزل دفعة واحدة القرآن ما هذا أيضا بالتساءل الجناب القرآن الكريم ما لا شك فيه أن القرآن الكريم نزل في ليلة مباركة ولكنه نزوله من اللوح المحفوظ بجملة واحدة دفعة واحدة لكن في سماء الأرض نزل إلى سماء الأرض يسمى بيت العز بيت العز ينزل فيه موساوات مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ينزل لحادثة هو أن الله أعلم بتلك الحادثة فقد ذكرها الله في اللوح المحفوظ ثم كان وقتها فيه لما نزلت في بيت العز نزلت في تلك اللحظة دعونا نرى دكتور عادل بعد أن نذهب إلى محافظة كربلاء المقدسة حيث المرقدين الشريفين للإمام الحسين عليه السلام وأبي الفضل العباس هناك أجواء إيمانية تنتقل العتبار أن من أعمال هذه الليلة المباركة هي زيارة الإمام الحسين عليه السلام في إيلة الزميد حسين محمد من كربلاء المقدسة أرحب بك وأيضا أجواء مباركة في ليلة مباركة وفي مكان مبارك يجمع قبرين كبيرين للإمام الحسين وأخيها بالفضل العباس تفضل عسين مساء خير جلال ومبارك عليكم شهر وليال قدر إن شاء الله في مدينة كربلاء المقدسة طبعا هذه الأيام يعني وليالي العشر الأواقل من شهر رمضان المبارك يعني دائما ما تحفل بأعداد كبيرة من الزوار خصوصا هذه الليلة ليلة القدر هناك أعمال عبادية كثيرة تقام في هذه الليلة سوف تبدأ طبعا هذه الأعمال العبادية بعد قليل وتستمر إلى بعد منتصف الليل يعني ملايين المؤمنين وفدوا إلى المدينة المقدسة الآن المدينة القديمة حقيقة تزدحم بأعداد كبيرة من الزوار القادمين من داخل وخارج العراق لإحياء يعني العشر الأواخل من شهر رمضان المبارك هنا عند ظريحي الإمام الحسين وأخيه بالفضل عباس عليهما السلام الأجواء حقيقة روحانية بامتياز هنا في المدينة المقدسة الزوار يعني يدخلون إلى منطقة ما بين الحرامين الشريفين بانسيابية عالية هناك استعدادات كبيرة تبدل من قبل يعني إدارة العتباتين المقدستين من خلال نشر يعني طواقمها يعني في حملية تنظيم دخول هذه الأعداد الكبيرة من الزوار إلى منطقة ما بين الحرامين الشريفين وإلى المرقدين المقدسين لأعداءهم طقوسهم العبادية بيسر وسهولة في هذه الليلة المباركة حتى هذه اللحظة الأمور تسير بشكل جيد برغم الأعداد الكبيرة من الزوار الذين وفدوا وما زالوا يوفدون إلى المدينة المقدسة لإحياء هذه الأعمال العبادية هنا في مدينة كربلاء المقدسة نعم جلال لها أرض سلام على رغم ما أنها أرض شهادة ولكنها اليوم تعج سلاما في هذه الليالي الكريمة يتحت فيها الزمكان كما قال جناب الدكتور عادل وجود الزمان وهي شهر رمضان والمكان في كربلاء ووجود الإمامين الكريمين لهما أثر كبير في إيصال الوحدة الكبيرة التي يتمتع بها اليوم مسلمو العراق ليس فقط المسلمين اليوم الجميع يشترك معنا في هذه المناسبات الدينية فكانت هذه الأرض هي أرض إشعاعي للتعايش السلمي نعم جلال يعني بالفعل كما قلت فعلا اليوم عندما نشاهد هنا في مدينة كربلاء المقدسة الزوار على مختلف مشاربهم ولكن قلوبهم توحدت بحب آل بيت نبوة الأطهار وإقامة هذه الأعمال العبادية هنا في مدينة كربلاء المقدسة يعني مدينة كربلاء المقدسة أصفحت حاضرة عالمية بوجود مرقدي الإمام الحسين واقع بالفضل العباس عليه السلام فنجد في كل مناسبة هناك أعداد كبيرة من الزوار خصوصا القادمين من خارج العراق برغم اختلاف عن سنتهم وأيضا مذاهبهم ولكن حبهم لأهل البيت عليه السلام يوحدهم ولذلك تشد دائما هنا في مدينة كربلاء المقدسة أن تسقط عامل الهوية يعني إذا ما جزلنا التعبير فهنا الأدعية أو الدعاء لله سبحانه وتعالى والأيدي تتوجه لله سبحانه وتعالى بمختلف الألسن بمختلف الفلسفات يعني وذلك دلالة على ما وصلت إليه كربلاء بحكم يعني أنها حاضنة للثورة الحسينية التي يعني عدت إلى انعطافة عريقية في تاريخ الأمة الإسلامية وما زالت كربلاء هي مصدر إشعاع من خلال وجود المرقدين المطهرين هنا فيها حقيقة اليوم يعني ما نشاهده في كربلاء حقيقة لوحة جميلة من خلال وجود يعني الزوار من مختلف بقاع العالم هنا في مدينة كربلاء المقدسة يؤدون تقوصهم العبادية بيسر وسهولة دون ما يعني عيون رقيب تتابعهم أو تضيق عليهم اليوم كربلاء يعني حقيقة هي مدينة عالمية بامتياز نعم جلا بكل الشكر والتقدير لمراسلنا حسين محمد من كربلاء وتحياتنا لضيوفنا الكرام مرة أخرى مع هذه البقاعة التي ننتقل ما بين شيء فشيء وننقل أهمية هذه الليلة المباركة يعني أعطى ما أعطى جناب الشيخ حول مفهوم هذه الليلة في القرآن الكريم وصلنا إلى نزول القرآن الكريم بتدرج أو شيئا فشيئا أو بالتنجيم كما تفضل بها سماح الشيخ أو بدفعة واحدة ومن ثم نتدرج إلى ليلة القدر دلائلها في القرآن الكريم والسنة النبو أحسن يعني مضافا إلى ما تفضل به سماح الشيخ فيما يتعلق بعلاقة القرآن الكريم أولا بشهر رمضان المبارك يعني هذه العلاقة الخاصة يكون أنه شهر رمضان المبارك هو ربيع القرآن على اعتبار أنه نزل القرآن الكريم في هذا الشهر وتحديدا في ليلة القدر ولكن كيف نوفق بينما ومعروف من أنه نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منجما ومرتلا طيلة 23 عاما وهو عمر الدعوة كما في قوله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتناه ترتيلا فكيف نوفق بين نزول القرآن خلال 23 عاما وبين نزوله في ليلة واحدة وهي ليلة القدر طيب هناك آراء روايات متعددة أحد هذه الروايات ما تفضل به سماحة الشيخ أنه القرآن الكريم نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في هذه الليلة المباركة فنزوله جملة واحدة ومن سماء الدنيا نزل إلى قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منجما طيلة فترة 23 عاما ولكن لدينا روايات أنه حينما توفي أو في الليلة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل القرآن الكريم على رسول الله مرتين فإذا كيف نوفق بين هذه الرواية وأنه نزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل عام ينزل مرة واحدة إلا في العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل مرتين هذا يعني أنه القرآن الكريم ينزل من اللوح المحفوظ ومن السماء الدنيا أيضا جملة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة يكون مرتلا ومنجما ومرة يكون دفعة واحدة وجملة واحدة لذلك هذا في أدلة أيضا في القرآن الكريم كانت اتفاق في أول ليلة قدر من بعد الإعلان النبوة ونزول القرآن الكريم شيئا في شيئا كان في أول ليلة هو نزول بشكل كامل وتام على قلب النبي أيضا أنه روايات تشير لأنه في كل عام ينزل القرآن الكريم دفعة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل نعم وفي هذا أيضا دليل هناك في القرآن الكريم أنه في قوله تعالى ولا تحرك به لسانك لتعجل به جمعه القرآن فإنه كيف رسول الله يحرك لسانه بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه فمعنى ذلك أنه الرسول لديه ألم كامل بالقرآن الكريم بجملته وتفصيله وهذا يدل على أن القرآن الكريم كان ينزل في كل الحالتين يعني مرة جملة واحدة ومرة منجما ومرتلا فإذن هذه العلاقة الوطيدة لذلك أنه القرآن الكريم أشار إلى هذا النزول مرتين مرة في سورة القدر في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي سورة أخرى هي سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منزلين فبالتالي هذه الدلائل التي أشارت إليها الآية القرآنية على نزول القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة فهذه مسألة قطئية لا شك فيها في حيث النزول في القرآن الكريم أيضا هناك أدلة من السنة النبوية الشريفة هليني أعود لك مع السنة ما دامنا مع القرآن الكريم فيها يفرق كل أمر حكيم نعم كيف يكون هذا فيها يفرق كل أمر حكيم مما لا شك ذكرت في بادي الأمر حينما سئلت عن هذا المسألة أن الأمر الحكيم أي بمعنى قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره على عباده من الآجال والأرزاق ومن الحوادث ومن النوازل ومن كل شيء يتعرض إليه الإنسان فيه ويتعرض إليه الخليقة على وجه هذه الأرض أمر حكيم أي بمعنى هذا أمر أحكم الله سبحانه وتعالى فيه وكان حاكما بعدله لا ظالما إما أن يكون ذلك الأمر بصنيعة الحادثة التي يمر فيها العبد إما أن تكون صنيعته إما بيده وتكون فيه إما أن تكون له خير أو أن تكون عليه وبالا وإما أن تكون ذلك بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ليرفع من شأنه فأمر حكيم من الله سبحانه وتعالى لذلك تحدد فيها الأرزاق وتحدد فيه الآجال وتحدد فيه كل الحوادث ويتحدد فيه سعادة الإنسان وشقاؤه وهذا الأمر يستطيع الإنسان أن يغيره في من حظي بتلك الليلة ولذلك تلك الليلة لا يمكن أن يحظى بها كل إنسان ما لم يكن ذلك الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أي بمعنى أن الإنسان إن حظي بهذه الليلة المباركة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يمكن لكل إنسان أن يحظى بتلك الليلة أو أن يغير تقدير الله عليه ما لم يحظى بتلك الليلة المباركة فهي نعمة ومنة من الله على عباده جميل هذه البنة تتحقق في سنة الله على الناس اليوم السنة النبوية في أحاديث ودلائل كثيرة تشير وتثير أهمية هذه الليلة بدءا من التسمية وانتهاءا بهذه الأهمية من خلال أحاديث النبي وأهل بيته أحسنت يعني ابتداء بما تعلق بسبب تسمية هذه الليلة المباركة بليلة القدر بإضافة إلى ما تفضل به سماحة الشيخ من سبب التسمية إنه كلمة القدر هي جذرها قدرة وهنا كلمة قدرة فيها عدة معاني يعني كلها تجتمع في وقت واحد قدرة من التقدير بمعنى التحديد لهو تقدير الآجال تقدير الأقوى تقدير الأعمار وتكلم بي سماحة الشيخ هذا القضية أو من القدر بمعنى المنزلة والمكانة لأن هذه الليلة عظيمة فلها مكان ولها قدر ولها من المكانة والمنزلة والعظمة في ذلك سميت ليلة القدر فإذن كل هذه المعاني هي مطلوبة في نفس الوقت يعني تسمية ليلة القدر بهذه التسمية من جهة التقدير من القدر من التعين أو من الأفضل أو من القدر بالإضافة إلى أيضا هناك معنى ثالث أشار إلى إليه علماء اللغة وهو التقدير بمعنى التضييق لأنه تنزل الملائكة فالملائكة تضييق بهم الأرض في هذه الليلة المباركة فسميت ربما تكون سبب تسمية أيضا أو وجه ثالث للتسمية أنه تضييق الأرض بالملائكة تعج الأرض بالملائكة وهذا طبعا من فضل الله ونعامه أنا أحد الأخوة يسأل وهو يشاهدكم وأنتم إن شاء الله يعني من العلماء سواء في اللغة أو في الفقه أو إن شاء الله في الحديث اليوم عندما نريد أن نتكلم دكتور عادث ثم أتوجه بنفس السؤال إلى جناب الدكتور أنت تعلم أنا أعرف السؤال ولكن خلي المشاهد يتوضح له تنزل الملائكة والروح فيها بزمن النبي يعني موجود الوحي ونزول الوحي وجبرائيل وغير كيف الآن في هذه الليالي تنزل ما المقصود بنزول الملائكة مع العلم أن انقضاء الملائكة انقضت مع النبي صلى الله عليه وآله سلم ولا أكو يعني غير ملائكة موجودين موكلين بالنزول على تقدير هذه الأعمال كما هي موجود مثلا في المطر أكو ملائكة سوق المطار وعير من موكل على هذه النعم؟ جواب لكم دكتور حياكم الله يعني وفق الروايات الواردة في هذا الشأن أنه الأرض لا تخلو من حجة والحجة حجة الله على الأرض موجود وفق العقيدة الإمامية أنه الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو موجود وهو معني بقضية الإطلاع على تقدير الله سبحانه وتعالى فممكن أن تكون تتنزل للملائكة والروح على الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف لإطلاعه على الأقوات والآجال والأرزاق وهذا الشأن الذي كان من وظيفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انتقلت هذه الوظيفة إلى الأئمة من بعده مرورا هذا بشكل خاص خلنشوف المفهوم العام مع سماحة الشيخ حقيقة ما ذكرته هو سؤال يطرحه كل سائل خاصة حينما يعلم بانقطاع الوحي عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن في الحقيقة هذا قد أجاب عن بيه النبي صلى الله عليه وسلم حسب الروايات التي عندنا أن نسوي للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه أن الملائكة والروح ينزلون إلى يوم القيامة خاصة في هذه الأيام والدليل على ذلك أن طلاب العلم حينما يجلسون في حلقة علمنا تحرصوا من ملائكة وكذلك الأماكن التي تحدث فيها هذا الروايات عندنا مع الإمام الحسين عليه السلام ملائكة لا زال ملائكة شعث غبر يدعون للزوار إلى يوم القيامة هذا أريد يوصل لنشاهدك هناك أسباب قد تكون أسباب معينة ومخصصة لنزول الملائكة خصوصا فيها فنقصد هنا نزول الروح ليس المقصود نزول الروح أن يكون معه الوحي وإنما نزول الروح للبركة لقيادة الملائكة الذين ينزلون على هذه الأرض إلا دلاء غير جبرايل نعم جبرايل هناك دلاء الثانية غير جبرايل لها جبرايل نحن عندنا المأثور أنه جبرايل الروح المقصود الإمامية لا يقولون أنه الروح هو ملك آخر غير جبرايل عليه السلام هذه اللقطات المباشرة مشاهدين الكرام ما زالت تأتيكم على الهواء مباشرة الكاظمية المقدسة في الجانب الأعلى وأيضا في كربلاء المقدسة أجواء إيمانية جميلة دكتور وأنت تشاهد معي هذه اللقطات المباشرة الجميع اليوم قلبه يذهب قبل قدمه للوصول إلى هذه الأماكن لإحياء هذه الليالي العظيمة أهراء العلماء اليوم قد تختلف ولو في ضمن الحديث أعطيتهم ما أعطيتهم ولكن خلينا نقف على أهراء العلماء والاختلاف في هذه الليالي ابتداء هو قبل العلماء أهل البيت عليهم السلام لم يحددوا زين هم لم يحددوا لماذا لم يحدد هذه الليلة المباركة لماذا الخفاء هذا واحد واثنين بعدين أكو روايات تؤكد على أنها تسع وطعش واحد وعشرين ثلاث وعشرين في المدرسة الخاصة أيضا سمحت الشيخ أكو روايات أخرى ترقبوها نتميسوها نعم نتميسوها تسعي نعم حسنتم يعني أول شيء أنه نقول من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته ومن نعمته أنه أخفاها في شهر أول شيء ومن ثم في عشرة أيام ومن ثم في الوتر من هذه العشرة أيام يعني الآحات التي هي تسعة عشر وواحد وعشرين ثلاثة وعشرين خمسة وعشرين وسبعة وعشرين تسعة وعشرين فمن فضله ورحمته أنه ضيق هذا التحديد ولم يوسعه بأن يجعل ليلة القدر مخفية في السنة كلها فنلتمسها خلال أكثر من ثلاثمائة يوم وبالتالي هنا تكون لعله تكون المشقة فإذا من فضل الله تعالى ومن رحمته هذا التحديد جعله وفق الروايات الإدواردة عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه التمسوها في العشر الأواخر أو طلبوها في الوتر بحسب مضمون الأحاديث في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان فبالتالي هذا التحديد طبعا هو لماذا لم يحدد في ليلة واحدة هذا إلى طبعا سبب وجيه وهو حتى لا يتكاسل الناس في طلب الفضل في هذه الليلة المباركة فيختصوا فقط بالعمال في هذه الليلة المباركة يفترض أنه هذا الشهر المبارك ساعاته أفضل الساعات ولياليه أفضل الليالي وأيامه أفضل الأيام شهر دأيتم فيه إلى كرامة الله وجعلتم فيه من أهل ضيافة الله عملكم فيه مقبول فالميزة في هذا الشهر أنه كل ما تعمل من عمل مقبول حتى وإن كان هذا العمل في الأيام الأخرى مجزئ وليس مقبول لأنه قد يكون فيه عدم حضور الروح فيه مثلا انشغال فيه مثلا شروط ذهن كذا في هذا الشهر المبارك أي صلاة تصليها فهي مقبول أي دعاء تدعوه فهي مقبول أي تسبيح تسبحه فهي مقبول قراءة قرآن كله مقبول بكل الأحوال وهذه مننا ونعمة من الله سبحانه وتعالى عملكم فيه مقبول دعاكم فيه مستجاب أي دعاء يدعو به الإنسان ما لم يكن الدعاء يعني مخالف لمختضيات الأصول فيكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى ومستجاب عند الله سبحانه وتعالى فإذا كان أنفاس فيها تسبيح وأنهم عبادة فأي فرصة عظيمة من هذه اللحظات والأليا خليني أستثمر هذه الفرصة بما أنه كليكم موجود في الستوديو اليوم يعني هم إلى على المشاهد يشاهد اليوم يعني أنه يلتهي أنه في بعض القضايا يروح إلى يشاهد بعض القضايا أو يعني بس بغض النظر عنه يعني لا مثلا لا يقرأ القرآن لا يأتي إلى الذكر وبحجة أنه قائم الليل أو ممكن أنه الآن ينام وهو بحجة أنه هو النوم عبادة أعود لك وهذا المفاهيم اليوم عندما نريد أن نتكلم عن هذه العلامة خلينا نذهب إلى محافظة النجف الأشرف هند الجزائري هند ما زالت هذه الدقائق الجميلة الدقائق الكريمة ونحن نعيشها سوية معك ومع جميع مشاهدين الكرام في بقاع الأرض ولا سيما في مدينة السلام في مدينة النجف الأشرف ليالي كريمة يعيشها الزائرون ما بين ما قبل الأمس كنا نعيش ذكرى أليمة على قلوبنا وهي ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والآن نعيش في نفس المكان وفي نفس الزمان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر نعم الحقيقة نحن الآن في مسجد الكوفة المعظم وهو أحد المساجد الأربع المشهورة في العالم كله والتي نزلت فيها الكثير من الروايات على فضيلة هذا المسجد وثواب صلاة ركعتين في هذا المسجد وهناك استوانات عديدة في هذا المسجد تدل على عظم هذا المسجد وأهميته في التاريخ نعم خلينا نرجع إمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلام وعليه كان يأم الجماعة هنا هو أول من اتخذ هذا المسجد مكاناً لأن يقضي بين الناس ولصلاة الجماعة وللصلاة وكذلك للبت في أمور المسلمين الحقيقة خلف الكاميرا مباشرة إن شاء الله سينتقل إذا أردتم المصور هناك آلاف المصلين نعم هذه الدقائق بين يد الله سبحانه وتعالى في هذه البقعة المباركة المسجد الكوفة المعظم من أجل أداء يعني آداء ليلة الثالث والعشرين هذه الليلة هي من الليالي العظيمة ليلة القدر على ما أثبتتها بعض الروايات أنها الليلة الثالثة والعشرين وهناك أعمال عديدة كما طبعاً أشرتم إلى ذلك ومنها ليلة صلاة مئة ركعة وغيرها كل ذلك قربات لله سبحانه وتعالى ولذلك في كل عام هذا المحفل القرآني هذا المحفل الديني الكل يجتمع من كل النجف كل مدن حتى المجاورة لمدينة النجف الأشرف من أجل الحضور في هذه البقعة المباركة لأداء هذه القربات هذه النواف القربة إلى الله تعالى في هذه الليلة نعم إذن هذه الليالي الجميع اليوم يدعو الله سبحانه وتعالى وأنت تسيرين ما بين الزائرين أنا قبل يومين الجميع أنا وما أذهب مع الزائرين أشوفهم يعني يدعونا إلى العراق ولأهل العراق الكثير منهم يدعو إلى أبنائنا الآن إحنا في هذا الجو ولكن هناك الكثير من أبنائنا على السواتر من قوات الجيش والشرطة بجميع صنوفها قوات الحشيد العشائر التي تدافع هنا الجميع يدعونا لهم بالثبات ويدعونا لهم بالنصرة ما أجمل أن يتحد هذا الدعاء مع دعاء الأخوة والتعايش السلمي مع الآخر نعم هند نعم الحقيقة هنا طبعا تختلف الأدعية الناس بين أنه يكون هذا العام عام سلام على كل يعني كل الإنسانية ليس فقط في العراق وليس في الوطن العربي كل إنسان يعيش على وجه هذه المعمورة سيشمله في وضاة هذا الدعاء والمصلين هنا يدعونا بدعاء واحد وكما ورد في الروايات أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الناس إذا ما دعا أربعة منهم فيستحي أن يستجيب لأحدهم ويترك الآخر وهكذا هؤلاء المصلين قد عملوا بهذه النوافل من أجل أن يستجاب لهم الدعاء أمنيات كثيرة حوائج كثيرة عند الناس وأبرزها تلك الحوائج العامة تلك الحوائج التي يراد فيها قضاء ما يؤلم الإنسانية في كل بقاع العالم ما يمكن أن نستشعر معه ألم الإنسانية في الجهة الأخرى ونحن هنا نعيش هذه السكينة والطمأنينة بين يد الله سبحانه وتعالى وفي هذه البقعة المباركة وأيد المصلين وأيد الداعين وهم يدعون أن يكون عام سلام وخير وبركة في هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر كما أثبتها القرآن الكريم ألف ليس بحساب البشر وإنما بحساب الله سبحانه وتعالى فهي ألف ليس كالألف التي نعدها وتنتهي عند ألف وإنما هي لغة تعجيزية استخدمها القرآن أو استعملها القرآن الكريم من أجل أن يبين أهمية هذه الليلة وعظم هذه الليلة في الدستور الإسلامي وفي القرآن الكريم وكي يبجلها الناس من المسلمون في كل بقاع العالم فيحتفوا بهذه الليلة العظيمة ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك كل الشكر والتقدير لزميل هند الجزائري من مكان مبارك ومقدس من مسجد الكوفة المعظم شكرا جزيلا والجميع يدعو لشهدائنا ولجرحانا بالصحة والعافية والشفاء كما أيضا ندعو بالصحة والعافية للشهداء شهداء الذين سقطوا من الأطفال قبل يوم حادث أليم في البصرة سقوط كثير من الأطفال هم إن شاء الله نعدهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى أطفال ليس لهم شيء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهليهم إن شاء الله والدعوة من القلب في هذه الليلة أن يشافي جميع أطفالنا وأبنائنا مسلمين يعني كانوا في هذه الأرض الكريمة والمسلمين أجمع في غزة وفي غيرها أعود لك سماحة الشيخ على السؤال وأنت أردت أن تشارك وتشاطر الرأي مع جناب أستاذنا دكتور عادل وحول آراء العلماء في هذه الليلة وأهميتها وأخفاء اسمها مما لا شك حقيقة ما أشار إليه الدكتور الغالي بذلك الشرح الوجيز الذي أفادنا وأوجد فيه نقول أن هذه الليلة هي ليلة أشار الدكتور إلى أنها ليلة التذيق أو ليلة الضيق ليلة التذيق أي بمعنى حينما سألت سؤال ذكرت هل أن الملائكة تنزل لماذا نزلت في هذا الشرح وأن المعلوم أن الملائكة قد تكون قد طعي النبي أو وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن نشير أن هناك أن هناك ملائكة تختص في النزول لأسباب معين ذوات أسباب وأن هناك ملائكة تختص في العمل على دوام كما في القبر منكر ونكير يحاسب على الناس وضائف الملائكة كثيرة نعم صحيح ولذلك أنها ليلة اختصت بكثرة نزول الملائكة أن الملائكة تنزل بكثرة ليست دوات أسباب معدودة لمجلس معين أو موكلة على أرزاق أو موكلة على الرياح أو موكلة على كذا وإنما بنزول الكثير من الملائكة على هذه الأرض في هذه الليلة المباركة والتي يذكرنا فيها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوفاة أحد الصحابة رضوان الله عليه مجمعين لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على أنام لقدميه وقيل لماذا يا رسول الله قال قد اقتضت الملائكة تشيعا لهذا الصحابي الجليل وهذا دليل واضح على أن الملائكة إن اقتضت بأجنحتها ووجودها تدل على بركة هذا اليوم ووجعل هذا اليوم هو مبارك وأن الملائكة حينما توجد في هذا المكان فاعلم أن الشياطين لا تكون لهم دائرة ولا يكون لهم مكان أما خفائها حقيقة إذا نرى العلماء نجل بعد ما يجاوبنا الدكتور على السؤال آخر أما خفائها تلك الليلة وعدم حقيقة إعلام الأمة بموعدها المحدد وإنما إعلام الأمة بتسميتها وإن تعددت تسميتها على حسب صفاتها ووصفها وليست بالاسم لأن القرآن الكريم جاء ليلة مباركة ثم خصصها بعد ذلك بليلة القدري وإنما أخذت تلك الصفات من الأسماء التي سميت بأسماء أخرى إنما أخذت من الصفات التي تحملها تلك الليلة فهي ليلة الغفراء ليلة التوبة ليلة السلام ليلة القيام ليلة المباركة ليلة العدق من النيران وكثير من المسميات التي تسمى وليلة التديق التي تنزل فيها الملائكة بكثرة وليلة الكتاب وليلة الفرقان يفرق فيها الأمر خفاؤها أخفاؤها وذلك أيضا لحكمة الله سبحانه وتعالى ونعمة الله على عباده أن الله سبحانه وتعالى أخفى كل أمر فيه خيرا للأمة ولذلك يوم الجمعة فيه ساعة وتلك الساعة الله أخفى تلك الساعة وإنما أراد من العباد أن يستمروا على ذلك اليوم ليحثوا بهمتهم ويشهدوا كذلك قوتهم وإدراقهم لتلك اللي وصلاة الوسطى وصلاة الوسطى فكان الخفاء حتى الناس تحافظوا حتى الناس تحافظوا على الاستمرارية وعلى الدوام دون أن يقيد الإنسان بأعماله الخيرية فقط في هذا اليوم بل على الاستمرارية والدوام حتى يحث الإنسان بأن هذه الليلة إن استمررت وهي الغاية منها الترويض ترويض وحرق الذنوب أي بمعنى أن لا تحصل على هذه الليلة ما لم تسبقها ترويض خلينا نشترك سويا بهذا الموضوع اليوم الأسرة إليها دور كما كان لأسرة علي دور عندما تأتي فاطمة وتوقظ أطفالها الحسن والحسين وزينب لإحياء هذه الليالي بدءا من العشر الأواخر نقول لك أنه كانوا يطهون الفراش في هذه الليالي اليوم أسرنا أيضا على عاتقها أهمية وفضل كبير أنه يعطون فضائل هذه الليلة مثلا يجعلون وقت للراحة ثم يبدؤون بالإحياء اليوم مو الإنسان أنه يعني يقضي وقته في الموبايل وفي الانتقالات دون اللجوء إلى الله سبحانه هي ليلة مجرد ثمان ساعات يعني من الثمانية إلى مطلع الفجر تقريبا ثمان ساعات فممكن أنه تخلص بسرعة إذا الأب اليوم يقعد مع زوجته مع أطفاله ويحون هذه الليلة المباركة دكتور أحسن تعقيبا على ما تفضلت به بما يتعلق بالكلام حول النوم عبادة والنفس تسبيح أنه هذه ليس دعوة حقيقة للتكاسل على العكس تماما أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المتجابين كانوا يشتهدون في هذا الشهر أولا أنه هذا شهر العطاء شهر الإنجازات شهر الخير شهر كل ما حينما نتصور أنه أعظم معركة فاصلة في تاريخ الإسلام هي معركة بدر الكبرى وقيمة فيها كان في نهار شهر رمضان المبارك فبالتالي هذه الإنجازات يعني لا يعني ذلك أنه هذا الشهر هو شهر خمول وشهر كسر على العكس من ذلك اختداءا واتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان كما تفضلت أنه يقيم الليل ويصوم النهار ويستثمر هذه اللحظات وهذه الساعات وهكذا علينا نحن المسلمين أن نستن ونجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة في ذلك بأن تكون هذه الأسرة متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى في توظيف هذه اللحظات وهذه الساعات وهذه الليلة المباركة رب الأسرة ربت البيت هنا مسؤوليتهم الأسرية وواجبهم الأسري أن يوجهون أولادهم يوجهون الأسرة بخيرت أفراد الأسرة العائلة بالطعام والشراب والنوم أو الأمور الدنيوية الرخيصة التي ليس لها قيمة بل أن توظف الأعمال وتوظف العبادة والطاعة والتسبيح وقراءة القرآن وسائر الأعمال في هذه الليلة المباركة أن توظف بشكل دقيق وأن يحسب لها حساب دقيق في أن تستوفى كل هذه الأعمال في هذه الليلة المباركة يعني حينما تكون هناك منهج عبادي محدد ذكره العلماء بناء أو طبقا على ما ورد في السنة النبوية الشريفة هذا المنهج العبادي يعني هو حقيقة يوفوق هذه الفترة فيفتر يستوفي هذا المنهج العبادي وهذه الطاعات وهذه العبادات فإذا كيف يكون لنا أن نفرط في هذا الوقت الثمين والغالي وهذه اللحظات التي قد لا تعود في أن نستثمرها في أشياء تافهة وأشياء بسيطة وأشياء ليست لها قيمة حقيقة هذه يعني كما تفضل سماحة الشيخ في أنه من فضائل هذه الليلة ونعامها وفقا لما ورد في الحديث الشريف أنه المحروم من حرم غفران هذه الليلة كيف للإنسان الواعي الإنسان العاقل الإنسان الحصيح خلينا نتواصل بعد الفاصل المشاهدين الكرام ليلة القدر كونوا معنا حقا غفت شكوها غفت شكوها